موسيقى بالفعل صدرت رسالة رعوية في الأسبوع الماضي موقعة من غبطة البطريارك فؤاد الطوال وباسم مجلس أساقفة رؤساء الكنائس الكاثوريك في الأرض المقدسة حول حدث إعلان قداسة الطباويتين مريم ليصوع المصطوب الكرميلية و مريء الفنسين مؤسسة راهبات الوردية الرسالة قصيرة 16 صفحة فقط هذه هي الرسالة تقرأ خلال ساعة فقط أعتبرها رسالة شيقة أريد أن أرخص مضمونها بتالت أربع كلمات فقط الكلمة الأولى هي أن القداسة ممكنة للجميع يسوع المقال كونوا قدسين كما أن أباكم السماء وهو قدوس إنما يوجه كلامه لكل الناس أفضل مثال على ذلك هتين الراهبتين البسيطتين وممكن أيضا في الأرض المقدسة رغم الظروف الصعبة الفكرة الثانية البطريارك يشرح ما هي الدرجات التي يمر بها الإنسان المسيحي حتى يصل قديس بعد موت الرجل صالح أو إنسان صالح إذا كانت حياته مثالية يعلن أنه خادم الله فإذا مطلوب عجبتين العجوب الأولى وعجوبة إعلان الطباوي والعجوب الثانية هي إعلان أن الطباوي أصبح قديسا القداسة هي على امتداد يدنا وممكنة وواجبة لأنه يسوع قال كونوا قدسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس وإن شاء الله مئات من الأرض المقدسة سيتوجهون إلى روما لحضور حفل التقديس في 17 أيار القادم سيكون حفلا رائعا لأنه الموضوع يتعلق بقديستين من بلد يعاني انغياب السلام وبعد رجوعنا من روما سنحتفل محليا في القدس والناصر وبيت الأحم بقديس شكر لله على هذه النعمة التي أعطيت لنا